السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة البرازيلي الاصلية بطريقة حلوة جدا يا رب ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نقول المعدين بتاعتنا. معنا كوباية ونص من الضيق. انا نخلاهم. الحاجات دي كلها بنات بدرجة حرارة الغرفة. وهنحتاج معاهم تلات اربع كوب من السكر. وهنحتاج معاهم نص كوب كاكاو خام. الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنبدأ ننزل معلقة بوضر كبيرة. ومعلقة صغيرة سودا. وهنحتاج رشة ملح. وهنقلب المقدير دي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخلطهم مع بعض يا بنات. انا نسيت بس احط معلقة صغيرة آآ من الكاكاو وسريع الزوابان. هحطوا دلوقتي. وهننزل باتنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة. هنجيب الخلط بتاعنا وننزل بالبطين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل بتلاتة اربع كوب حليب. وربع كوباية من الزيت. وكيس من الفانيليا. وهندرب المكون بتاعنا ده جده. هنخلطهم مع بعض. اللهم صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد. كده يا بنات احنا خفقنا المكونات دي مع بعض. هنبدأ ننزلها على الخليط بتاعنا. وهيبقى معانا ربع كوباية مية سخنة. يعني انا انا صخنتها على البتجاز آآ وسبتها هيجت شوية. يعني هي ولا سخنة ولا ولا برد. هي دافية شوية. بصوا ربع كوباية بالزبط. نفس نفس ربع كوباية الزيت هي هي لها هنعير بها ربع كوباية المية السخنة. وهخفق المكونات بتاعتي كده مع بعض بالمضرب بتاعي. وهرجع لكم تاني. وكده انا خلصت خفق المكونات بتاعتي وجبت طواجن ان طبعا لو انت عندك العلب بتاعة الكيك البرازيل اللي هي هتبقى احسن او صنية كبيرة يعني حط الخليط في المكان انت عايزة انا حبيت اعملها في الطواجن عشان كل واحد ياخد الطواجن بتاعه وياكله ايه براحته. انا الخليط ده اعمل مع استيت طواجن دول. واتبقى شوية جبت طاجن تاني عندي كده بتاع رز حاطيت برضو في بقية الخليط بتاعي انت طبعا ممكن تضافع تاعة في التضاع في الكمية بتاعتك وتعملها زي ما انت عايزة. عايزة اقول لكم ان شاء الله كيكة البرازيلي دي تعمها حلو جدا. وانا عاملها بالطريقة الاصلة يعني في ناس بتعملها بكزا طريقة انا جبت الطريقة الاصلية بتاعتها وقلت اعملها لكم. جميلة جدا ان شاء الله تعملوها وتعجيبكم. اللهو مصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد. احنا يا بنات لوقتي انا شغلت الفرن على درجة حرارة ومتين واربعين. هنبدأ آآ نسخن الفرن وبعدين ننزل حرارته المية وتمانين ونحط الكيك بتاعنا. وبعد تلت ساعة بالزبط هنختبر ايه الكيك بتاعنا. يلا بقى بينا نعمل الطبقة التانية بتاعتنا. الطبقة تانية بتاعتنا سهلة جدا. الكيك دي عبارة عن طبقتين. الطبقة التانية دي عبارة عن كلب آآ علبة حليب مكسف ربعمائة جرام. آآ وممكن تعمل انتي انا عندي آآ منزلة على القناة برضو طريقة الحليب المكسف ازاي تعمليه في البيت بطريقة سهلة. احنا هحتاج علبة حليب مكسف ربعمائة جرام. وهنحتاج ربع كباية كاكاو خام. وعلبة اشطة عشان تزبط الحلاوة بتاعة الحليب المكسف هو مع الكاكاو. عشان ده كله يزبط الطعم. عايز اقول لكم كانت الكيك دي طعمها حلو جدا. ان شاء الله اتجربوها وتعجبكو. انا كده حطيت كل المكونات مع بعض معادة علبة الاشطة. بص يا بنات كده بعد ما حطيت الكاكاو على الحليب المكسف وخلطتهم مع بعض. هننزل بعلبة الاشطة بتاعتنا برضو ده كله بدرجة حرارة الغرفة. هنحط علبة الحليب العلبة الاشطة كلها. ولو انت عندك اشطة آآ فالبلدي احطيها برضو. احنا هنبقى محتاجين علبة. آآ او كوباية. والممكن انت تزاوديها الكمية حسب انت بتحبي آآ حلاوة اللي سوسها تبقى ازاي. يعني حطي العلبة دي. آآ كانت بصراحة كانت مزبطة الحلاوة بتاعت الحليب المكسف مع الكاكاو. يعني كان طعمها مش طاغي قوي في الحلاوة بتاعته. كده يا بنات برضو بعد ما ضربتهم بصوا ما شاء الله. آآ الاضاءة مش مش مبينة الشوكولاتة او لونها عامل ازاي? هبدأ اسيبها على جنب لغاية ما الكيك بتاعنا يطلع ويكون بارد. بص يا بنات انا الكيك كده هطلع من آآ من الفرن عايز اقول لكم ريحته جميلة جدا. والخليط بتاعتنا الطبقة التانية جاهزة برضو هي معي. هنبدأ بقى ننزل الخليط بتاعنا على الكيك. من غير ما نعمل اي حاجة انا بس هننزل الخليط بتاعنا على كيك بتاعتنا. وزوقي بقى باي حاجة عندك. عندك آآ شوكولات شابسة عندك آآ اي حاجة شوكولاتات آآ متقطعة عندك آآ مش عايزة حتى تزوقيها برحتك. انا كان عندي آآ شوكولاتة وعندي آآ برضو شوية حاجات كده عندي بتاعت البيت. زوقت كده على الوش بيوم حاجة كده بسيطة تدي منظر وتدي شكل. ولو عايتك ليه كده برحتك. هو بصراحة صعمه كان حلو جدا يعني مش محتاج ان احنا نزود فيه حاجة تانية. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بحاول انا اساوي كده معاكم الخليط على الوش. زي ما قلت لكم يا بنات الكمية دي كافت معي ست طواجن دول والطواجن الاخير ده. آآ لو انت عايت ضعفك الكمية وتعمليه كمية اكبر ممكن تعمليه في بتاع الديس باسيتو. ممكن تعمليه في صانية عندك عادية صانية بايريكس صانية المونيوم اي حاجة. بصوا يا بناتا انا كده هو خلصت وبدأت ازوق باي حاجة عندك تزوائي بيها. عشان تدي منظر. عايز اقولكم الطواجن ده كان جميل جدا وطريقة الكيكل البرازيلي دي حلوة قوي. ان شاء الله اتجربوها وتقول لي رأيكم ايه? وهستنىكم من تاك تقولوا انتم محتاجين ايه يعملوا لكم الفترة الجاية? بصوا يا بنات كان عندي برضو آآ صوابع كده آآ بسكوت عليها طوفي وعليها شكولاتة اقسرتها برضو حاطت كده منها على التواجن تدي منظر. اتمنى ان شاء الله الفيديو. يكون عجبكم ويكون الوصفة سهلة وما خدتش معاكم وقت. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تشايروه. وتبروه لصحابكم عشان يستفادوا. تعالوا بعض الوقت نفتح مع بعض الطواج نواريكم من جوه عامل ازاي? بجد كان طعمه حلو جدا ان شاء الله يعجبكم. بصوا بجد من جوه كان طعمه حلو جدا وشكله. كان جميل جدا. ده كده بعد ما دخلتوا التلاجة حوالي نص ساعة. ما قدرتش تستحمل اصيبه اكتر من كده. بجد كان طعمه حلو جدا. ان شاء الله اتجربوه يعجبكم. ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشيرو سبسكرايب. اصيبكم في رعاية الله. مع السلامة. اشتركوا في القناة